مرة أخرى تصوب طائرات التحالف العربي نيرانها نحو المدنيين والنتيجة استشهاد أكثر من 12 مدنيا وإصابة خمسة آخرين في قصف استهدف منزلا سكنيا في عزلة المحول بدملة خدير جنوب شرق تعس إضافة وجع آخر ومضاعفة للمأساة ذلك ما يقوم به التحالف العربي منذ انطلاق عاصفة الحزن غارات عديدة وكثيرة تلك التي حصدت أرواح المدنيين حتى أصبحت الحرب على الميليشيا واستهداف مواقعها استثناء من بين تلك التي وجهت صوب المدنيين والأحياء السكنية يتساءل البعض كم قتلت غارات التحالف من قيادة الميليشيا مقابل من حصدت أرواحهم من قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لا شك أن النسبة هنا تحيلك إلى مفارقة عجيبة وغريبة وأنت تبحث في نتائج تلك الغارات ابتداء من مجزرة العبر التي استهدفت معسكرا للجيش الوطني وليس انتهاءا باستهداف قيادات أخرى للجيش الوطني في أماكن تمركزها بجبهة نهم السؤال يكرر نفسه بصيغة مختلفة كم قتلت طائرات التحالف من أفراد الميليشيا مقابل الضحايا المدنيين الذين قتلوا في غارات جرت العادة على تسميتها بالخاطئة لا شك أن النتيجة لا تختلف كثيرا في عجبها وغرابتها عن الحالة الأولى ربما يأتي أحد ويقول إن لكل حرب هامشا من الخطأ وهذا معروف في كل الحروب حول العالم قد يبدو ذلك منطقيا قليلا لا بأس لكن ما ليس بالمنطقي ولا المقبول أن يتحول الهامش إلى متن كما هو الحال في حرب التحالف على اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر